لكن ممكن تعرف معك الكوتش على الأهمية الرياضة للمراهقين أو في حياة المراهقين يعني متى تكون مفيدة وما هي الإفادة والأهمية ديالها للمراهقين بشكل عام فترة المراهقة هي فترة من أهم الفترات للنمو ديال الإنسان فأمفت هي تغيير من مرحلة الطفولة لمرحلة الرشد فيها باش كتتميز بزاف كتتميز بواحد سرعة ديال النمو وتغييرات سريعة كتبلي فيها واحد سرعة بزاف ديال تغييرات الهرمونية اللي كتبان على المراهق مباشرة في البنية الجسدية دياله في طريقة الحوارات دياله في الاندفاع دياله بعد المرات في المهارات اللي كتكون سريعة كتبان في هذه الفترة فإذا هي فترة جيد إيجابية لفيناليزازيون ديال الطفولة باش نتمام ديال الطفولة بطريقة جيدة جيدة فهي أحسن في حالة كما نقوله الخلاصة ولا الملخص ديال فترة ديال الطفولة خاصة الاخداء المجموعة ديال المهارات جديدة اللي تعلمها سواء مهارات دراسية مهارات فنية مهارات رياضية منها فمن يكن نوصل لفترة المراهقة كيقدر يبدأ 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 فيها ويوصل في هالمستويات عالية لمنها مباشرة مراهقين لفترات ديال 14 سنة 15 سنة 16 سنة ولو أشخاص للمستوى ديال لاماتيوريته ديالهم كتر من المستوى ديال ناس كبار في العمر علاش لأنهم تأطروا بكيفية سليمة في مراحل الطفولة فبالنسبة للرياضة وبالنسبة للتعامل ديال المراهقة مع الرياضة وخاصة ديال الأباء وديال والدين أول حاجة المهمة هي أنه قبل ما يوصل لها ديال المرحلة نوجده لها نوجده لها فدائماً تعامل ديالنا مع وليداتنا خاصة دائماً كتكون فيها معنى عندي وليد أول ابنية في العمر ديال 8 سنين دائماً كنقول لي وراك أنت قريب تكبر أمني غادي تكبر غادي تكون باطال أمني غادي تكبر غادي تكون جسم ديالك مشدود غادي تكون عندك يونبون سيلوات غادي تكون قادرة أنك تدير هذه وقدر تدير ديما كتبقى تحطليه ديزو بجيكسيف مني تكبر باش ماشي كيدخول هذه المرحلة ويكون عنده واحد نوع من لدوط نعمل شك في الدات ديالو وأي حاجة بسيطة بنت في هدك الطفل الأولى من مرحلة الطفول للمرحلة المراهقة أي حاجة بسيطة بنت فيه إيجابية خبسيطة اللي انت تقدر ما تردش لها البال كأب ولا كأم خاصك تشجعو عليها وتقول لي واو تجعو عليها في هد القضية تبارك الله وتواليتي وتبارك الله تظهر ديالك تقاد ودباوليتي كتدير جلسة مستقيمة ودباوليتي دائماً هدوك البونزابيتود ديالا سنتي خاصك تبين لي هلا بوزيتيفيتي ديالهم منها التغذية منها النوم إلى شينهار ما تعلن شفتيه منها سبكري في الصباح فاشكي فيق كتقول لي واو شو دابا صباحتي حسن صباحتي صباحتي كليتي دابا مزيان شتير لغول ديال الفطور حيط نعستي مزيان باش كتزيد طبعا لي طبعا لي هدوك العادات السليمة ومنها رياضة باش كنزيد من رسخهم منها الرياضة لأن ربيتوا على الرياضة ونزيد نأكسنتيليها الرياضة فهذه الفترة ديال بداية المراهقة مهم بزاف لولاد والابنت خاصة كان عارفوا أن الفترة ديال المراهقة هي الفترة اللي كيكون فيها الهرمونات ديال الأنوتة بالنسبة للإنات وبنسبة للهرمون الدكوري بالنسبة للدكور كتكون في الأوج ديالها فإذا وجهتها وقدرت نوازنها كان قدر نخدم على العمر ديالي كامل ونزيد